أهلا بكم جهود حثيثة تبدلها الدولة المصرية لتقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر ففي نوفمبر الماضي بدأ سريان أول هدنة في غزة بوسطة مصرية قطرية أمريكية وتضمنت الهدنة صفقة تبادل عدد من الأسرى والمحتجزين وكذلك دخول المئات من الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة مصر استضافت أيضا العديد من جولات المفاوضات خلال الأشهر الماضية سعيا لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والتي يتعنت الجانب الإسرائيلي في إدخالها وفي روما يشارك وفد أمني مصري في اجتماع بحضور ممثلين عن قطر والولايات المتحدة وإسرائيل لبحث تطورات مفاوضات الهدنة في القطاع المحاصر وتتمسك مصر بضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فضلا عن حرية حركة المواطنين والانسحاب الكامل من منفذ رفح من الجانب الفلسطيني فضلا عن إطلاق صراح الأسرة والمحتجزين مصر طرحت أيضا الخطة الأكثر واقعية خلال قمة القاهرة للسلام لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك بشكل إيجابي لإيجاد حل نهائي للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية وتضمنت هذه الخريطة تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي واستهدفت الخريطة المصرية في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مصار السلام وفي أكثر من مرة دعا رئيس عبد الفتاح السيسي كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني إلى جانب إتمام استبدال الرهائن والسجناء بما يجعله هدنة شاملة إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لدور مصر المحوري في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة شكرا لكم على المتابعة